طيب حنبدأ كده بسم الله حنعمل روزيو على القنيتيق على الوحدة الاولى من الترم الاول ماشي بس قبل ما نبص في المراجعة ده يا ولاد عايزين احنا نراجع كده مع نفسنا الافكار الاساسية في الوحدة دي وبعدين نبقى نبص على الاسئلة طيب انا عندي اول حاجة كانت بتقابلني في الوحدة دي كان السؤال اللي هو ايه او كان عنوان الوحدة اصلا كسك كان الفرب ده اهم حاجة عندي في الوحدة الفرب ده ايه اصلا يريد طول الوقت عمال يقول لي كسك وممكن يزود حاجة يقول لي ماذا تريد في عيد ميلادك فكانت الوحدة دي بتكلمني معظمها كده عن الالعاب فانا دلوقتي انا ممكن اجاوب على السؤال ده وقول له ايه بقى ننزل تحت كده هو قطر خيره بيبقى كاتب لي كلمة جوف معاين المفروض احنا اللي نكتابها بس ماشي هو بكاتب لي انا اريد وببقى رسم لي جايب لي صورة وممكن يجيب هديك كده مفتوحة فانا اريد ايه هتكتب له اي لعبة من الالعاب اللي انت حافظها يعني مثلا انا لو ولد هروح كاتبة دي هاختر لي نفسي كلمة سهلة كده اكتبها طيب انا لو بنت لا هاختر الحاجة بتاعت البنات هقول جو فين بوبي جو فين بوبي ثانية واحدة تمام كده طيب يبقى ممكن اكمل باي حاجة طب لو هو كاتب لي صورة او رسم لي قصدي صورة معينة يبقى انا هكتب له اسم الصورة بس اهم حاجة اهم حاجة عارفين هو بيسألك السؤال ده ليه ما هو عارف ان انت ممكن تكتب له الكلمة دي وعارف ان انت لو شفت صورة اي لعبة انت حافظ الكلمات وحتكتبها هو عايز منك الادوات دي اوه وتكتبه الكلمات من غير ادوات هتنقص درجة ما ينفعش اكتب غوبوباس بوبيباس بالوباس لا لازم اكتب الادوات وكون طول الوقت مفكر نفسي كده وعمل نفسي علامة كده اعرف مين المذكر من المؤنس تمامي حلوين طيب ده كده اول حاجة بتقابلني في الانتة دي اللي هو الجزء الخاص بكسكتوف مازا توريا ايه مسمحنا حضرتك قلتنا مهم اه مهم بس الفربين دول وادواتهم كل يولاد ليه الادوات الخاصة بيه وخصوصا الفربين دول اهم الفربين عارفين كده ياولاد في الانجلش هو حامل زيه بالظبط يعمل يفعل يمارس يصنع طيب انا عايزة بقى السنة دي او في المنهج بتاعي بمعنى يمارس هنستخدمه بالمعنى ده ماشا يامس هنستخدمه بمعنى يمارس طيب وفرب جوه معناه يلعب طيب خليها نبدأ كده بالفرب الاولاني اللي هو فاغ ونشوف الادوات بتاعتي فاغ خلاص خلاص ايه يا عمي فرب فار بيحب جدا حرفت دي ركزوا يا حلوين انا عايزة ان شاء الله الدرجة تتقفل كده هتبان بقى في اول امتحان كده اكري الامتحان اللي هو او الكتاب طيب يبقى فرب فار كلمة السر ايه اللي بيننا دا 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 ماشا يعني ايه دا 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 يعني الادوات بتاعته كلها بتبقى بدقة بحرف دي بتبقى دي للمذكر ودلا للمؤنس ودلا للمفرد المبدوء بالفايل ودلا طيب ناخد اكزامبل على طول عشان نثبت المعلومة لو انا عايز اقولك انا امارس رياضة كرة القدم او انا امارس ركوب الدراجات خلينا نجيب الاكزامبل اللي عندك في المنهج بتاعك ركوب الدراجات والله يمس ركوب الدراجة ركوب الدراجة الدراجة كانت مسكولاء وفي ميناء مسكولاء يمس يبقى فين فين الاداة بتاعت المسكولاء اهي يبقى حكتبله دي فيلو تمام طيب لو انا دلوقتي بمارس حاجة زي مثلا العصف على السفارة هكتبله ايه والله يمس دي مؤنس فانا هكتبله دولا فلوت عشان انا عارس ان السفارة مؤنسة طيب الموتوسيكل مؤنس برضو في الفرنسي فلما اجي احط له اداء المؤنس يمس بياخد دولا اهي دولا موتو يبقى طول الوقت احنا في الفرنسي عايزين نعرف الكلمة دي كانت مسكولة ولا في مينا كل الكلمات عشان الادواء احنا مش بس لسه صغيرين وبناخد اختيكل ديفيني واختيكل اون ديفيني نكرة ومعرفة لا بدنا ناخد اختيكل بختتيف ادوات تجزئة اللي هي بتيجي مع فاغ بفاهم تمام يبقى فيها كلمة السر في ايه عارفنا يا ميس جميل ايا كانت الكلمة اللي بعده ايه بس هنختلف بس اذا كانت ديو للمذكر دولا للمؤنس دولا بصغف للمفرد او دي لالجام طيب الاستاذ جوي لا الاستاذ جوي كده عمل لنا بقى ايه شغلة يبقى فير بفير خلاص استقر على ما بلخبطناش دا فير لكن جوي مكر جوي جوي اصلا معنى ايه اقول لك انا معنى ايه عارفين في الانجليش هو دا يعني ايه احنا عارفين يعني يلعب ايه بس مش يلعب بس ويعزف يبقى الفيرب دا يا ولاد ليه معنى ايه يلعب ويعزف ماشي تمام فقال لي بص يا ميس والولاد كمان اشتر اشتر مني انا جوي بتكلم عن نفس بقول الولاد اشتر مني في الادوات بتاعتي بس انا هفكرهم عشان دي مراجعة عشان الوحدة كده قال لي بص يا ميس لو انا هجي في الجملة بمعنى يلعب انا بلعب بايه قلت له بتلعب بآ آ آ آ العاب قال لي بالزبط كده طيب فقال لي حرف الالف حرف الآ في العربي بيقابلوا حرف الايه في الفرنسيه قلت له حرف الآ قال لي بالزبط كده لما اجلهم مع آ آ آ آ العاب هيخطوا الأدوات اللي بدأ بحرف الآ بس برضو الفرنسيه بيقسم وينظم الأدوات على حسب المسكولا والفيمنا والبلوغيا للجم فقال لي أو للمذكر وآ لا للمؤنس آ آ إلا بستغوف للمفرد المبدو بوفيال والأو آ فيك إكس للجم دي نطقها أو يا ولاد ودي نطقها أو ماشي يا ميس تمام طيب يلا ناخد إكزامبل عليه على طول لو أنا عايز أقول لك أنا بلعب بالكرة جيجو أو بالوغ ليه أنا حطيت أو بالتحديد عشان يمس إحنا حافظين كواس إن كلمة بالوغ كلمة مسكولا مذكر طيب بنت كده بتتكلم وبتقول لي جيجو آلا بوبي هقول لها أنت ليه حطيت الآلا بالتحديد بس بيكون فينا أقصان يا ولاد عايزكم تتعودوا كده أن أي حرف جرب بيكون فيه الأقصان سويني كده هكتبها أو تمام دول كلهم فيهم أقصان ومعادة اللي فيهم حرف الأو يعني الأول مذكر والأو جمع ما فهمش لكن الألا والألا بس بيكون فيهم الأقصان طيب تمام حاجة أسأل أنت ليه أو أنت ليه حطيتي آلا عشان كلمة بوبي مؤنسة عشان أنا دلوقتي بستخدم جوية بمعنى إيه أولاد بمعنى يلعب آ آ آ ألعاب طب يلا نشوف المعنى التاني منه لو هو جاي بمعنى يعزف مش بمعنى يعزف هو حيعزف على إيه هو ميس المفروض حيعزف على أهو أنا هكتب لحضرتك آ دا دا وات موسيقية بالضبط كده آه أنا عرفت الميس هتقول إيه مدام عملت حرف الدل كتير كده يبقى هي عايزة حرف الإيه لأ مش يعي center لأنا كتبته دا ثانية واحد دا silk لحزة بقى يميس حضرتك لسه ألم فوق أن فير بفاغ هو اللي بياخد أو دا مضبوط وبصوا فير بفاغ دا ثابتة على موقفه ما بيغيرش хлالس ميد لو أريد teenager Après لو جاي بمعنى يلعب هيخد الأدوات اللي بتبدأ بالأ لكن لو جاب بمعنى يعزف فيبدأ بقى يعزف على أدوات فحيبدأ ياخد زفير طيب ناخد اكزمة لو انا قلت لك ججو مثلا دولا فلوت دولا فلوت انا بعزف على السفار طيب السفارة دي لعبة ولا ادوات موسيقية ادوات موسيقية يبقى انا حختار الادوات اللي بدأ بالدددددددددد طب يلا كده نرتبهم تاني حاضر اللي هم كانوا ايه دول المذكرة دولا للمؤنس دولا بوستغوف للمفرد المبلوغ بفويل ودي لجمع الاس الأخرانية دي طيب لو أنا عايز أقول لك أنا بعذف على أنا بستخدمه بمعنى يعذف أهو على الساكسوفون ساكسوفون دي كلمة مذكر في الفرانسي يبقى بلاش الكاميرات يا أولاد ساكسوفون تمام طيب برضو حسأل ليه أنا هنا اخترت دي أول حاجة إيه هتقول لي عشان الساكسوفون مذكر ليه يا ميس ما هو مذكر أيه بس مش هبدأ إجابتي بكده هقول لي يا ميس عشان فيه فيغب جوي وجوي هنا جاي معاه أداة موسيقية مشي فإحنا أخدنا الأدوات اللي بدأ بحرفت ده تمام وإحنا حطينا ديو بالتحديد عشان ساكسوفون مذكر طب هنا ليه حطيت دولا هتقول لي إن جوي جاي بمعنى يعذف مش يلعب وحطينا الأدوات بتاعت الأدوات الموسيقية وفلوت مؤنسة اتفقنا كده يا أولاد دي من أهم الأجزاء اللي عندك في الوحدة دي تو خلاص لما يجي يسألني يقول لي كسكوسي كسكوسي ده كده أطول أداة استفهام في الفرنسي مشي كسكوسي يعني ما هذا طيب أنا قدامي مثلا صورة ساكسوفون صورة موتوسيكل صورة كرة أيا كان الصورة اللي قدامي إيه هل أروح جاي كدب كده اسم الحاجة على طول لا يا ميس أنا بروح جاي كدب اسم الحاجة بالأدوات بالأدوات هو هنا مساهل السؤال جاي بلي إن موتو إن ساكسوفون إن بوبي إن غوبي إن بلو حتى لو ما كانش جاي بالكلمات دي وجاي بالصور أنا كل شوية عمل أأكد على إيه أولاد الأدوات دي طبعا هنا صورة رابوت فبقول لي كسكوسي هكتب له أغبو على طول لا حنقص في الدرجة بتاعتي أمي اللي عمل إيه كسكوسي لازم أبدأ إجابتي بكلمة سي زي بالضبط ما حضرتك بتيجي في الإنجليش وقت زيس بتبدأ إجابتك بإتس أو زيس ما ينفعش أقول أكات على طول ما ينفعش أقول أبان على طول لا ما ينفعش لازم أكتب إتس في الإنجليش اللي هي بيسويها إيه في الفرانسي سي وحتى بصوا أنا بنقلها أهو كسكوسي إجابتها سي طيب وهو هروح كتب له طبعا الكلمة بالأدوات كسكوسي هقول له سي أنساكسوفون سي إن إن مطوم وأنزا طب لو هو جايب لي حاجات جمع يعني مثلا هو جايب لي اتنين من الصفارات دي صفارتين جايب لي اتنين روبوت جايب لي كتب جايب لي أساتيك ينفع أكتب سي بتاعة المفرد لا يا ميس أمال هعمل إيه هكتب سي سون طب ينفع أكتب آ ولا إيه بتاعة المفرد لا يا ميس دلوقتي حاضرت بتجاوبي على حاجة جمع يبقى هنكتب دي واروح كتب اسم الصورة اللي جايبها تاني يبقى أنا لو قدامي يا ولاد الأسئلة اللي بكون فيها صور لو بقول لي كسكوسي ما هذا والحاجة اللي قدامي حاجة واحدة بس مفرد وكتب لي سي فحكتب له اسم الحاجة آ أو إن على حسب مذكر ولا مؤنس واكتب اسم الصورة طب لو أكتر من حاجة من أول اتنين وانت طالع بيبقوا جمع هقول له سي سون دي واروح كتب اسم الصورة مثلا سي سون دي ليفغ لو أنا قدامي كتب مثلا سي سون دي بوبي أهم نفس الكلمات اللي أنا واخدها عادي بروح حط أداة الجمع دي وبحط في آخر الكلمة اس الجمع عادي خالص اتفقنا طيب وكتب سرعة تمام ماشي يا ولادي بحنا كده بدربنا على سؤال كسكوسي يا إما ببدأ إجابتي بسي للمفرد يا إما ببدأ إجابتي بسي سون للجمع ومنسيش اس الجمع ومنسيش أنا أحط دي لكن المفرد بحط آه أو إن هنا بيدربني على فيرب جوي وعلى فيرب فيرو الأدوات هنا بقول لي يعني الجملة دي أنا أريد أن أعزف ما ينفعش أقول ألعب أعزف على الجيتار فينا بس حرف الأو كده ده تنسف في الطبوع يعني جيتار مؤنس تمام ليه حطينا دولار؟ ليه ما حطيناش مثلا آلا؟ لإني يا ميس جوي هنا مش جاي مع لعبة هنا جاي مع أدوات موسيقية فبياخدوا دولار بتاعة الأ دا دا أدوات فأخد دولار عشان جيتار مؤنس طب ندخل على الفيرب اللي بعده في فير فير فيغ يبقى دا 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 على طول بقى على طول فيغ ثابت على الأدى دي طب ليه أخد دو بالتحديد عشان غلي اللي هو حزاء التزلج أو رياضة التزلج دي حاجة مذكر فحطينا لها دو ميش جملة اللي بعدها فير لأ العيز دي طب هيكتب لي على الشرط النهاردة مش حينش أفتح الماء فير ميش جاي مع فيلو طيب ليه أخدت الدوب أول حاجة أتقول لي عشان جيتار مذكر لأ حتبدأ لي تقول لي فيغ موجود بياخد دا 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 وأخد الدوب التحديد عشان جيتار مذكر طب بصوا جوي جوي دا مكر مكر بس إحنا أمكر منه إحنا أسكر منه وحنصح صح له جوي غير بقى الأدى الموسيقية لفوق ودخلي على الألعاب دخل على الأ أ أ ألعاب فقال لي مع لعبة البالو الكرة بتاعة المسكلة المذكر طيب هنا برضو المفوض دي تكون أو يا ولات دي غلطة برضو في اتباعة أو جو فيديو لا فيه أ أقصى ولا فيه إن أو جو فيديو لأن الكلمة دي مذكر بقى تاخد الأو طب بصوا كده الأجزامبل دا صح صحول لي للجمع عشان قليل قوي الجمع في الأمثلة اللي عندنا هي كلمة باية اللي هي كرات البالو دي كلمة جمع طيب جاي مع مين جاي مع جوي بتاع اللعبة بقى بتاع الألعاب فقال لي جو في جوي أو بي أنا أريد أن ألعب بكرات البالو ليه حطينا عشان يا ميس بغ بجوي موجود الأول وجوي بياخد الزوات اللي بات بحرف فأخد نقول لي معاها عشان خاطر بي الكلمة جمع اتفقنا دي بطج كام صفحة تمانية اللي عايز يبص في الأجزامبل بتاعها عشان يثبت الفير بياخد إيه نيش هنا عندك في بطج صفحة تمانية فيها الأجزامبل اللي الخاص بي فاغ وجوي عشان اللي عايز يثبت المعلومة اللي عنده ويتأكد فاغ لما جي مع ألعاب أو رياضات وجوي لما جي مرة مع ألعاب وجي مرة مع أدوات موسيقية الأدوات كانت شكلها إيه بصوا يا بلي عندنا الأفعال في الفرنسي كم مجموعة ثلاثة يا ميس مجموعة أولى وثانية وثالثة مطلوب منك السنة دي تحفظ صم نهاية المجموعة الأولى طيب ايه أصلا أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال اللي بتنتهي بالأو أغز ماش يا ميس طب لما نيجي نصرفها أسهل حاجة ممكن تصرفها بالأفعال ازاي انت حفظت المصدر آه يا ميس عارف إن جوي يلعب وحفظ الحروف بتاعته واللي سبالنج تمام حلوة قوي مش هتحفظ التصريفات هتكتبع من غير ما تحفظها بنروح جايين حاسفين الأو أغ ماش يا ميس هتفضل عندي الثلاث حروف دول وبعدين الجو بتاخد النهاية الأو الجو بتاخد النهاية الأو طيب تمام الضمير تو الضمير تو اختار نهاية إيه أو أس طيب الضمير إيل وإل وأن أو حكتب الثلاثة جنب بعض إيل وإل وأن الثلاثة التوقم دول بصوا كده المفاجأة دي واخدين نهاية إيه إيه ده دول واخدين زي الضمير جو آه في المجموعة الأولى بس بيحبوها جدا بيحبوا يقلدوها قوي يبقى الجو بتاخد إيه احفظ النهاية يا دكتور التو بتاخد أس إيل وإل وأن بياخدوا إيه زي الجو آه بياخدوا زي الضمير جو في المجموعة الأولى طب يلا كمان إيزامبل كمان بيخب كده نصرفه مع بعض يرقص الفيرب ده مجموعة إيه مجموعة أولى إيه اللي عرفنا أنه مجموعة أولى عشان يمس المصدر بتاعه منتهي بالأقاغ جميل طب عند التصريب كده كده هنحزف الأقاغ طيب حيتبقى معنا إيه حيتبقى معنا لغاية حرف الأس كده تمام الجو بتاخد إيه يا أولاد النهاية الأقاغ طيب التوب تاخد إيه يا أولاد بتاخد النهاية الأقاغ طيب إيل وقل وقون بيحبوا يقلدوا جدا الضمير جو فبياخدوا حرف الأقاغ ضي في النهاية اتفقنا يبقى دي كده اسمها نهايات المجموعة الأولى اللي هي الأفعال اللي بتنتهي بالأقاغ وهم كتير جدا عندنا السندي والحمد لله مش معنى يا ميس بتقولي كده لين يا أسهل أفعال بص عندك كام كان مجموعة أولى كان فيه صفحة كده كان بتقول لها أفعال أهو دونسي مجموعة أولى سواني بس الصورة تظبط أين دونسي مجموعة أولى جوي مجموعة أولى سوتي منجي دو غميغ لأ ده لأ ده مش مجموعة أولى لأنه منتهي بإيه أغ منتهي بأي آر مش مجموعة أولى طب ده برضو مش مجموعة أولى لأنه منتهي بأر إيه أنا عايزة الإي آر الإي آر الإي آر غير كده لأ بيبقى مجموعة تانية وتالتة شانتي مجموعة أولى دي طبعا كلمات ما هياش أفعال اتفانة فعايزاكوا دايما لما تشوفوا المنهج بتاعكم في أفعال مجموعة أولى تبقوا متطمنين جدا لأن خلاص أنا ححفظ من غير محفظ طب الأفعال التانية دي في أفعال فيها ليه أنا هي تسبتة أو أفعال لا لكن أهم حاجة عندي في جريت فور أن أنت تثبت لنهاية المجموعة الأولى ما فيش أسهل من كده الجه أ التو أس إل وقل وقون زي الجن أو زي الجن طيب بصوا كده يا حلوين بصوا كده السؤال ده الأول من فضلك هكبرلك الصورة ههو شوية عشان تشوفوا كده بيقول لي كسك توفي مش كسك توفي مش عنوان الوحدة كسك توفي ماذا تريد لا كسك توفي آه ده ذهب فار يعمل أو يفعل أو يمارس فهنا ما بيقول ليش ماذا تريد لا ده بيقول لي ماذا تفعل كل واحد بقى بيقولي الأكتبين اللي هو بيعمله في الصورة يعني مثلا من غير ما نبص على الكتابة دي الشخص ده بيعمل ايه الشخص ده بيقول جيجو ديو ساكسوفون أنا بعزف على الساكسوفون طيب الولد ده بيعمل ايه ماسك كرة معاه اهو كرة فبيقول جيجو وبالون بلعب بالكرة طيب البنت دي بتعمل ايه دانسي بترقص وبتقول جي دانس طيب ده بيعمل ايه هو مش باين خالص بس احنا عارفنا بيعمل ايه جيشونت بيغني تمام السؤال ده توصير بس هو سأله لك كده ما قالكش وصل وخلاص يقول لك ماشي فانا لما يجي اعمل اسوسيات كده جيشونت مين اللي كان بيعمل شونت هنا بيغني انا حافظ الكلمات وشاطر يا ميس انا حافظ الكلمات وشاطر وعارف ان شونت هو فيغ بشونت ومصرف مع الجي اخد النهاية لانه مجموعة اولى يبقى الولد ده اللي هنكتب جنبه كده انه نرؤى طيب جيو دانس اهي البنت دي اللي حكتب جنبها جيو دانس اللي هي رقم د طيب جيو دي ساكسوفون انا بعزف على الساكسوفون السؤال سهل بس انا مش عايزة بس اعمل التوصيل وخلاص انا عايزة اخد الافكار اللي فيه اللي هي ايه بقى هتعالوا وراي يلا بسرعة بسرعة الجمل اللي فيها جوي جايبها لي مرة بصوا ما دخلش فير المرة دي في الموضوع قال لي جوي مرة جايلي مع تاكسوفون اه دا دا موسيقية رح حاطت الديو بالتحديد عشان ساكسوفون مالها يا ولاد مسكول يا مذكر طيب جي جو او بالو ليه حطت القو ومحطش دو زي اللي فوق لاني يمس بالو اه 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 العاب تمام فاخدت القو بالتحديد عشان بالو كلمة مذكر ان شاء الله كده قبل ما ادخل الامتحان بتاعي لازم اكون نرجع الورب دا دا فيغب ايه اتغل بتاع الترم الاول مستمرة معانا الترم التاني والاسئلة جاية كتير على فيغب اتر حاجة اللي بناخدها ترم اول يا ولاد بتبقى مستمرة معانا عادي في الترم التاني فهنا بقى بيقول لي ايه او هنا عايز مني عايزني كده احفظ الفيرب دا طيب الفيرب دا كده اللي نبص عليه بصة كده على المصدر بتاعه ومجموعة اولة لا يا مصدر خالص مش مجموعة اولة وايه كمان انت فاكر ان هو مجموعة تالتة كده وخلاص لا دا فيرد اغيجو اللي فعلي شاز محدش بيقدر عليه دا وحش الافعال طيب تصريفاته مع الج جسوي جسوي طي ي طي ي إلي إلي طبعا القل بيكون جنبها مين ال وان ما نجدعه بضمائر الجامعة دي لما نكبر شوي لما نكبر شوي تمام يبقى انا عندي هنا جسوي تي إلي أحفظه صم قبل ما تر عشان لما يجيب لي شوزي اختار على اي تصريف او كومبلات او اي حاجة يبقى انا عارف التصريفات دي كويس طيب الوحش التاني يعني المهم جدا برضو في الفرانسي هو اعمل لك شير عليه اهو بس ثانية واحدة اللي هو يملك او عنده او لدي طيب الفيرب ده بصوا الجل بصوا الضمير الجل اللي بيعملوا فينا بتتقمس بسمياها الجل مأموصة مالها الجل مأموصة الجل تحولت للجل ابوستروف ليه عشان جاي بعديها الضمير الجل الوحيد اللي لما بيجي معاها اي فر احنا طول يعني قدام شوية هقابلنا افعال كتير بدأ بحروف متحركة مش بس افواغ هتلاقي على طول الجو بتروح مأموصة طيب نحل المشكلة دي ازاي بنجيب حلالة المشاكل الابوستروف بتروح جاي وقفة كده وحل المشكلة فلما يجي احفظ الفيرب ده هخلي بالي كويس ان الجمعة بتكون جو ابوستروف طيب التصريف بتاعه والنطق بتاعه جي جي مفتوحة كده مش حاجة تانية فيه ناس بتانطق غلط جي جي تويا تويا مش حانطق الاس إيلا إيلا طب الضمير التالت التوقع بتاع إيلا وإيلا مين أون أنا القادة اصغر في العالم اصغر تصريف في العالم حتة حرف واحد كده ومعناها يملك او تملك يبقى جي تويا إيلا إيلا احفظ كويس جدا أطغ وأفواغ وطبعا أفعال المجموعة الأول احنا متدربين عليها وعندك أي حاجة في البوكلة حفظ بس أنا بقولك عشان دول مش هتلاقي تصريفهم في البوكلة بتاع الترمي التاني اتفقنا دول كده هتلاقيهم في كتاب الترمي الأول أنا هبعتهم لكم على الجروب عادي ما فيش مشكلة طيب نبدأ نبص بقولي هنا بيقول لي سويني كده أعمل زوم ركزوا بقا معاي كسكتوفي كسكتوفي في يعمل ماذا أنت تعمل أو ماذا أنت تفعل أي أسئلة أو توصيل اوع توصل على طول لازم تقرأ الكولون الأولاني دا كله وتقرأ الكولون التاني دا كله ماشي وبعدين تبدأ تواصل عشان في حاجات متشابهة شوي أول حاجة أنا بقول لي كسكتوفي ماذا تفعل جي جو أنا ألعب جو سوي اللي لسه أريينه حالا أنا أكون جني با دور أنا ليس عندي فاكرين النفي بتاع الترمي الأول كمان سا فا طيب هنا بقول لي أغو بو جايب لقو بتاعت جوي ولعبة ماشي اللي هو الروبوت جو فا دو غولي أنا بلعب أو بأمارس لعبة ترغولي تزلق سا فا بيا أنا بخيري شكرا طب أول سؤال هنا بعد ما قرأت كله بقى وربطت الأفكار كده كسكتوفي ماذا تفعل فحقول له آه حاجة بفير بفير فحقول له جو جو فا دو غولي جو فا دو غولي أنا بلعب أو أمارس لعبة اللي هو الروبوت يبقى رقم بي لا مش لقى رقم بي طيب جي جو طيب جي جو جي جو بصوا بقى جايب لي فيلو ما تنفعش ليه يا ميس ما فيش أداة ما ينفعش جي جو فيلو ده غلط يبقى جي جو أغوبو ها قادي لعبة وقادي لعبة أو قادي لعبة وقادي رياضة ما ينفعش اختار دي من غير أدوات دي كده ما تنفعش خالص فأنا حقول له جي جو أغوبو وخليلي بالك هو جاب لك أهو فيغ بجو وقايب الأداة جاهزة مع بتاعة الأ أ ألعاب يبقى دي رقم كام رقم أ جو سوي أنا أكون طب أنا أكون أنا أكون أنا أكون ولد جو سوي لو أنا حافظ الكلمات بحل السؤال ده كده بإذن الله أنا ليس عندي دراجة وخلي بالك خليني كده رجع لك مراجعة سريعة على النفي النفي أصلا كان بيحول فاكرين النو والبا كانوا بيعملوا ايه في النفي السر اللي كان بيننا كانوا بيحولوا وإن ود إلى دو أو دو أبوستور فعلا يميس ده هنا جايب لي جو ني پا دو 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 يبقى حاختر له فيلو عشان نيه جايب من غير أدوات ما ينفعش أكتب أم فيلو ولا ينفع أكتب حاجة فيها إن ولا دي عشان الني والبا موجودين بتوع النفي طيب آخر سؤال طبعا بيكون حال لنفسه بيقول لي هنا كمان سا فا كمان سا فا بحقول له سا فا طيب تمام كده طيب السؤال اللي بعد كده شاص لانتغي شاص لانتغي يعني احذف الكلمة المختلفة يعمل أو يفعل أو يمارس جوي يلعب بلون كرة يبقى أكيد بلون مختلفة ليه عشان دو الأفعال لكن دي كلمة طيب سفارة قلم يبقى فلوت لإن دي أدوات مدرسية زي بعض أنا عارفة أن الإجابات معاكم بس تركزوا معايا في الشرح عشان تبقى فاهم ما تجيش ساعة لامتحان تنسة بقى وما كانت محلولة إيه هي كانت إيه لكن لو أنت حفظ الكلمات وفاهم أنت بتعمل إيه هتحل الأسئلة حتى لو غير لك الكلمات دي وهو ممكن يغيرها مش هيجبها هي كده كابي باست كده ممكن يغير بعض الكلمات بو بي عروسة لعبة غجل آه مصطرة بي اللي هي كرات البي يبقى إيه المختلفة غجل المصطرة لإن دي لعبة ودي لعبة زي بعض لكن غجل مختلفة طيب نمرو كاتف موتو موتو سيكس غلي اللي هو التزلج أو حزاء التزلج تغس المقلمة يبقى تغس المختلفة لإن دول ألعاب زي بعض لكن تغس مقلمة مختلفة فاش بقرة جيتاغ اللي هو قالت الجيتار لابا أرنب يبقى الجيتاغ هو المختلف لإن فاش ولابا حيوانات زي بعض طيب ترتيب الجمل بصوا معايا كده الأول قبل ما نبص بترتيب الجمل أنا عايزة إيه عايزة إيه شين الصفحة اللي أنا عايزة إيها بصوا حلوين لما أجي أعمل ترتيب جمل في أساس كده أنا ماشي عليه مش ببص في الكلمات كده وبجيبها في الشبه تعالي آه أنت شكلك هلوة هبدأ بيكي لا خالص أنا ببدأ الجملة بتاعتي تركيبة الجملة في الفرنسي لازم تبدأ بالفاعل طيب الفاعل لازم يجي بعده إيه أولاد فاعل وبعدين بيجي بعده إيه تكملت الجملة طيب الفاعل ده أنت لو تعرفت عليه وعرفته خلو سأنا تطمنت أن أنت هتعرف ترتب الجملة الفاعل ده ممكن يكون ج ضمير أو ت أو إل أو إل أو أون ماشي يا ميس لو لقيت حاجة من دي هبدأ وممكن يكون اسم شخص ممكن الفاعل يكون أليكس ممكن الفاعل يكون زوين وممكن يكون غير عاقل بس مش بتيجي كتير يعني في جريت فور يبقى الفاعل يا أولاد يا إما اس يا إما ضمين وأحياناً بيجيب لي جمل كده دي بتبقى مختلفة بدقالي بسي إنه يكون شل الفاعل تمام زي ما فيه جمل كده في الإنجلش بتبدأ بإتس إتس كذا ما دي جملة كاملة إتسا كات إتسا بوك إتسا بوي صح؟ تبقى جملة فاعل وفاعل ومفعول بس ما فيهاش أنا ولا أمت ولا محمد ولا أحمد ولا كده طيب أنا خلاص يا ميس جبت أول حاجة كده اللي هي إيه؟ الفاعل جبته يبقى على طول حتدور على الفاعل الفاعل إحنا أصلاً ما عندناش أفعال كتير ما عندناش أفعال كتير أو يعني يعني إحنا وغزين أتغو أفواغ وصابو ليه في الترم الأول الترم التاني جاب لك شوية أفعال كده مجموعة أولى أنا عارف شكلها يا ميس وعارف نهاياتها وعندك أفعال المجموعة التانية جايب لك ماتغ ووالواغ وإيه تاني يا ربي مش جايب أفعال كتير طيب بعد كده حلاق الجملة بتكمل لوحدها تكمل لوحدها يعني إيه يا أولاد هو مثلاً مثلاً جايب لفاق بجوية اللي موجود لازم يكون كاتب لك أو ولعبة أو دو وأداء أو ألا أو دولا طب جايب فيك في جملة يبقى جايب دو أو دولا أو دي اللي بصطوف أو دي دي اللي بنسميها تكملت الجملة يعني الفرب جاي والأداء بتاعته جهزاً طب يلا نشوف كده الإجزامبل اللي عندنا بسم الله هنا بقول لي سوخ سياغ ج سوي لا يعني إيه الجملة دي سوخ سياغ لا ساحرة ساحرة ج أنا آه ج موجود شكلك أنت كده الفاعل سوي لو أبقى بأطغ ولا أداة معرفة هبدأ بإيه هبدأ بج لما نيجي نرتب هنرتب الأول بنظام التركيم كده نرقم وبعدين بعد كده هنبقى ننقل الجملة عشان ما نتلخبطش اعملوا كده زي ما أنا حعمل بالزبط ج بدأت بالفاعل ييجي ييجي بعض الفاعل سوي وبعدين أحط بقى الكلمة تكملت الجملة ج سوي لا سوخ سياغ أنا أكون الساحرة ماشي أنا أكون الساحرة ج سوي لا سوخ سياغ طيب هنا بقى ده سؤال مش جملة كاتب لي أنت يريد ماذا آه ده عنوان الوحدة ده أنا حافظه يا مس من غير محفظه هتبقى كسك تو في كسك تو في بعد ما بترقم بتكتب أنا بس ما بكتبش اختصاراً دلوق كسك تو في ماذا تريد طيب السؤال بعد كده سوي لو هيكون بقى أتغ ج أنا في في بنت دي غلطه في اتباع دي حيبقى مكتوب بدلها مثلاً إن إن في طيب ترتيب الجملة حبدأ بالج الفاعل دور لي على الفرب بسرعة الفرب أهو أتغ جسوي وبعدين إن في جسوي إن في أنا أكون بنت طيب الجملة دي سهلة بس طويلة شوية عادي عادي ده هو جايب لي فيربه أدواته فيربين وقصة ركزولي بقى في الجملة دي جامل جداً جداً يريد أو أو ده بتهت جوية جو أنا جوية يلعب بالو الكرة أكيد حبدأ بمين حبدأ بجو واحدة واحدة هناخدها الجملة دي جو طيب حضرتك عملة تقول لي فوق يا مس إن الفاعل بيجي بعده فاعل الفاعل بيجي بعده فاعل الفاعل بيجي بعده فاعل طب لحظة بقى هنس ميسون أنا هندي هنا فيربين صح أنت صح طب أرتب إيه الله كبرتو يا بتوع جريت فور كبرتو كبرتو فجأة كده وانا بش بصوا يا ولين لما بيجي لي فيربين في الجملة وبقول لي رتب أتعامل إزاي وأكون الجملة إزاي ببدأ بالفاعل المصرف والتاني بيجي مصدر يعني إيه فاعل المصرف يعني إيه مصدر يعني لما كنت بقول لكم مثلاً يا ولين فيغب زي فيغب جوي مدام أنا جاي باب الأو أغ بتاعته بالنهايات بتاعته زي ما هو ده كده اسمه الفعل في المصدر ده حالته الأساسية الطبيعية طب لما جيت أنا مثلاً كنت بابا ده أتشيل الأو أغ وحط النهايات وعمل القصة اللي احنا عارفينها دي لا بقى ده كده فاعل المصرف مصرف يعني إيه يعني مصرف مع الضمائر اللي اتكتبت جنبه يبقى فين المصدر وفين المصرف ده كده اسمه مصدر الفعل لكن ده الفعل المصرف ماشي طيب القاعدة بتقول لي إيه في الفرانسي لما تجيب لي فعلين وراء بعد في نفس الجملة ابدأ دايماً بالفعل المصرف وبعدين المصدر ييجي بعدين المصدر ييجي في الخطوة التامية ماشي الفعل الأولاني اللي حيكون ترتيبه في الجملة هو المصرف لأنه دخل بدري وظبط معيده ومنتظم وتمام التمام يبقى يتفضل ياخد التصريفات بتاعته طب التاني اللي جاي متأخر توقف مصدر وانت ساكن ما سمعش صوت فحنلطي بالجملة دي ازاي هبدأ بج عندي المس قالت بعد الج أو بعد الفاعل لازم يجي فعل ولا جوي لا يا مس هقول ليه عشان ده الفعل المصرف ده متصرف مع الج وبعدين على طول أروح على إيه هروح على المصدر يبقى جوي جوي طيب جوي على طول على طول كده هيروح يدور على مين هيدور على الأدوات بتاعته أو خروفه الجر بتاعته وبعدين يكمل بجملة يلا كده نشوف معناها هكتبها لكم بعد عشان كده نتناقش فيها هتبقى جوي أنا أريد برضو بكتبلي كده برضو مفيش فايدة جوي جوي يبقى ياخد قو مع بالو جوي جوي وبالو أنا أريد أن ألعب بالكرة تاني دي تعتبر الجملة يعني اللي فيها فكرة شوية اللي هي ايه اللي هو يمس في حالة وجود بربين أو فعلين جايين اللي في نفس الجملة أبدأ بمين هبدأ بالفعل المصرف اللي تصرف وتشله نهايات وتحطله نهايات تانية في الوقت طبعا ما كانش مجموعة أولى طب بدأت يعمس بالفعل المصرف يبقى تاني فعلا على طول هيكون المصدر وبعدين نشوف الفيربي ده بياخد أدوات ايه أو موجودة وبالو عشان مزكر طيب الأفعال اللي قدامنا دي أول مجموعة أولى طريقة النهايات اللي تدربنا عليها لكن فاغ أتغ أفواغ لا مجموعة أولى فدول كده يبقوا حفظ يعني دول كده بيرجعوا للحفظ أكتر طيب ال كانت بتاخد النهاية الشانت يعني هي بتغني كويس وما كان مين اللي بياخد الضمير وما الشانت لا مش همتيدة مصدر ده هو حتطولنا كده لأخبطنا بس احنا مش هنطلق طيب الجملة اللي بعد كده بتاخد نهاية ايه مدام المجموعة أولى تاخد النهاية النهاية المجموعة الأولى مهمة طيب يلا نبص على مصدر الفعل المجموعة ايه مش عارف طب هو مجموعة أولى لا بس ده اللي أنا عايز أعرفه منك مش مجموعة أولى يبقى على طول الجو والتيو بدأوا يتصحنوا في المجموعة التانية والتالتة فوانت مغمض عينيك يا دكتور الجو والتيو بياخدوا زي بعض مدام الفرب مش مجموعة أولى ما عادة ما عادة ما عادة ما عادة ما عادة دو الأفعال شهد زي ما نجدعو بيه فالتصريفات بتاعته طيب واخدين الاس وإل 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 وإن واخدين التي أنا هخد ههو سكرينشوت عشان برضو أبعطها بعد الشرح إن شاء الله ده سهل جدا الفرب ده زي بعض وإل وإل وإن واخدين زي بعض طب لما جيبصي هنا كده فين فين بصوا كده يا أولاد هنا كاتب لي يبقى هتاخد في يا مامي الوحش ظهر الوحش ظهر لنا هنا بقول لي كان بتاخد تصريف لو أنا نسيت خالص يعني وضايع خالص هقول أجيبه من الأول كده في مخي لكن دي إيه لا يا ميسي دي بتاعة إل وإل وأن طيب إل مع أفواغ الوحش التاني الصغير فيه الوحش الكبير أدو فيه الوحش الأصغر شوية أفواغ خطير أفواغ مع الإل اللي كانت بتاخد أصغر في العالم إل وإل وأن كان بياخدوا حرف الألفة تفوتة دي طيب هنا بقى بيكلمني عن الأدوات سواء أدوات حروف جر أو أدوات ناكرة أو أدوات تجزيع فيغب جووي 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 طيب من ثلاثة يا ميسي نفعه مع جووي صح أبص بقى على دي دي جمع 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 يبلقوا أفوك إكس لما تيجي تحل السؤال ما تجريش كده تدلق كده وتروح حالي لأي حاجة لا عيني على مين عيني على الفيرب عيني على مين عيني على الفيرب وبعدين أبدأ أشوف الكلمة التانية كات مذكرة ولا مؤنس ولا نظامها إيه بالصبت فهنا اخترت باي اخترت قصدي عشان باي كلمة جمع طيب سي كلمة في ميناء يبقى اختار إن إن جو في طيب كل دول ينفعه مع فاق ده الحمد لله لأنه جايبه مسهل كده بصوا يا ولد عشان لو في الامتحانة تفاجئنا إنه جايب لي بقى وجايب ألا من ضمن الاختيارات ولا طلقمة ولا حاجة هو أنا حتشغل بالأدوات وبالكلمة لا يا ميس عيني على الانين عيني على البر يعني لو حطيلي مش معانا دول مش معانا طب وما لنعمل إيه طيب موتو موتو مؤنس يبقى روحة للدولة شفتوا أنا حلت السؤال إزاي ما جريتش كده شوف موتو إيه طب يمكن حطتلي ألا فواحد يعني مش واخد بالي قول لي أموتو مؤنس أحط لا أنا بحشوف الفرب الأول الفرب ده بيحب حرف الدين الفرب ده بياخد القو والألا والقو أفيك إكس لما تكون ألعاب وحيغير لما تكون أدوات موسيقية طيب نميرو كاتر الف جيتاغ هنا هنحط إن لأن جيتاغ أنا حفظوها كلمة مؤنس بعد كده غوبو يبقى حختار إيه آه فيغ بجوي التلاتة ينفعه صح أبص بقى على غوبو مذكر يبقى تاخد الأم تمام يا حلوين طيب أنا حبدأ أقفل الريكورد لو حد عنده أي سؤال طيب أنا كده خلصت النهاردة ولوكو مخصيبوكو يو ربوار يو ربوار يو ربوار يو ربوار يو ربوار